فعندنا وقت ندوق الأكلات النهاردة جديدة وعايزين عندنا فضول مع بعض نجرب حاجات مختلفة في فقرة التعذيب نحط الكريمة دي على جنب والزبدة خلصناها وأقول لكم رأيي الصريح تعالوا ناخد قطعة من الجزر المحشي بستوية تماما وناخد هنا قطعة من اللفت بدبس الرمان هما جنب بعض عشان نفس السوس تقريبا وتمر الهندي نحط ده هنا وناخد شوكة وسكينة وندوق تعالوا نفتح للجزر شايفين دايب ازاي؟ أهو بصوا حالا هقول لكم رأيي يجنن يعني قعدة بقول وأنا بدق أنا ليه ما بعملش محشي جزر كتير حاجة متوفرة جدا دلوقتي كمان الموسم بتاعه طعمه فيه سنة حلاوة كده لذيذة تعالوا نجرب اللفت هو اللي عندي فضول أكتر ليه نقسمها من النص بصوا شايفين مستويس ازاي الرز ومتفلفل ناخد شوية من السوس مع قطع من اللفت قالي اللفت ده زي ما قلنا بشيل المرار وبيديه لقير برضو من النكهة حلو يا جماعة حلو وجديد يعني حتحبوه صدقوني رائع لازم تجربوه يعني من باب الفضول الواحد يجرب حاجات جديدة تعالوا ناخد اللي بالطحينة اخد واحدة اهي ده التقلية تقريبا بتاعته حتدينا مكهة حلوة جدا والسوس اهو ناخد معلقة وشوكة تانيين وحيبع عندنا تحدي الشربة في دقيقتين على فكرة لانه الكنترول بيقولي تلت دقايق نقطعها بصوا الرز متفلفل تماما وحقولكم حالا هاخد حتة مع التقلية كده عشان اقولكم رأيه شوية من الرز جامد جدا انا احب ان اكل الجزر مع دبس الرمان واللبت مع الطحينة سوس خطير ترجمة نانسي قنقر عشان باية وشأة